اقول لحضراتكو عشان تعرفوا ازاي ممكن دول تعتمد على موضوع السياحة ده ويبقى مسألة هامة جدا مصاريف دبي 79 مليار درهم مصاريف دبي في الموازنة بتاعتها 79 مليار درهم هم بيدخلوا من السياحة 167 مليار درهم يعني هو بيدخل بس من السياحة ضعف مصاريفه وطبعا الخمستاشر مليون سياح ما بيجيبوش نفس الفلوس اللي بتجيلنا بيجيبوا فلوس اكتر كتير لانه زي ما بقول لحضراتكو هي مدينة يعني غالية جدا فنوع السياحة اللي موجود فيها نوع السياح نوع الانفاق انت ماشي في الشارع النهاردة انت في نص الاسبوع النهاردة الاثنين البلد مزدحمة ازدحام كبير جدا فيه اهتمام بالتفاصيل المرعبة فيه اهتمام بالتفاصيل المرعبة علشان وانت موجود في دبي دائما تجربتك تتكرر ان انت شفت الحاجة معمولة حلو المطعم حلو المجمع التجاري حلو التاكسي اللي موجود حلو المطار اللي موجود حلو الامر الذي يذكرني ان انا اكلمك تاني على انه يجب ان نهتم جدا بالسياحة ليه ارجع تاني واقولك قناة سويس اه ممكن ظروف ممكن مش عارف ايه ممكن يعني فيه حاجات بتعمل مشاكل تحويلات مصريين في الخارج تنزل اه السياحة طبعا ممكن تتضرر لاسباب اخرى ولكن السياحة مهمة والسياحة تشتغل على طول والسياحة تجيب لك فلوس على طول لم يحدث انتعاشة سياحية في مصر زي اللي موجودة دلوقتي انتعاشة كبيرة عدد السياح بيزيد الدخل اللي من السياحة بيزيد عندنا وزير سياحة فيه يمكن ناس ما تعرفش اسمه لانه يعمل فيه هدوء شديد يعني لا يتكلم كثيرا ولكن اللي موجود في مصر ايه يا جماعة اللي جاي ايه اللي حيتفتح ايه الحاجات اللي عندك ايه الامكانيات ايه انت تستحق سياحة وسياحة وسياحة نظرة يا جماعة للسياحة انا ما يبقاش ابني على كدفي وبدور عليه يعني موضوع السياحة ده لا يجب ان احنا دائما ننسى ويجب ان يكون العقل المرجعي المصري والاطار المرجعي المصري يفكر في مصر ان مصر دولة سياحية انتو عارفين دايما يقولك ايه هي مصر دولة زراعية ولا مصر دولة صناعية لا يا حبيبي انا بقى بقولك لا هي صناعية ولا هي زراعية مصر دولة سياحية والسياحة دايما بقولك ده هو حقن في الوريد على طول تاخد الحونة